النهاردة يعني مباركة صعبة جداً وكانت فيها تحديد موقف الناد الأهلي والحمد لله نشكر اللعيبة طبعاً اللعيبة أدوا اللهم جمهيري الناد الأهلي كان لديها الفعل كبير جداً وده اللي احنا طلبينه يعني مسادر مسؤولين وخصوصاً ووزارة الداخلية وفترة اللي جاية زيادة العداد لإني دي من ضمن الحاجات اللي احنا كاتبينها برضه في خصوص عداد لاعب لإني لازم اللعب يبقى عنده ضغط نفسي موجود فيه مع جمهير موجودة فيه معه في نفس الملعب لإني معروفة أن الجمهير هي رقم واحد بالنسبة للمؤسر في النتيجة فالنهاردة عندنا لعيبة كان بتلعب في المنتخبات عندنا بتلعب بدون جمهيره في نفس الوقت بنطلع برا نلاقي جمهير كتيرة جداً أكثر من العدد الموجود فكان بيحصل فيه خلال لك الحمد لله يمكن الدولة المصرية ماشية في اتجاهها أنه يبقى فيها عدد كبيرة وبشكرهم على سماح للناد الأهلي طبعاً لما بعثنا أننا عايزين خمسين ألف المباراة الحمد لله هموا وفقوا وإن شاء الله المباراة الجاية كالتحاد نحن على مباراة الناد الأهلي على مباراة الأهلي لأنه برضو النايب أحمد دياب برئيس الربطة الأندية كانتكلم في أنه كان لي كربطة دور في الموضوع ده فهل هو تنصيق ولا كل جهة كيف تقوم بدور من أجل استضافة لا هي طبعاً هي تنصيق في نفس الوقت وفي نفس الوقت يعني إحنا ليهم دور أكيد مع الأندية أيها فطبعاً أكيد الكل بيشتغل في منظومة واحدة الهدف منها فعلاً أننا يبقى فيه تواجد جمهيري بعدد كبير في فترة اللي جاية ويمكن يعني حتى أنا بقول مطش المنتخب الأخير اللي اتلعب هنا في مواصر ملاوي كان عدد جمهيري قليلة جداً مقارنة بالنحن رحنا في ملاوي هناك المراحل المنتخب المواصري دي هقولك فيه حاجة لأنني رئيس الاتحاد الملوي أنا طلبت منه مطش ينطلعب هنا خلاص مطش يعني فهو قال لي لأ كل الجمهير الملوية عايزة تشوف محمد صلاح طلبت منه إن إحنا نستضيف المباراتين نستضيف المباراتين لكن كان وجدت نظر إنه لأ الناس عايزة صلاح أو فعلاً ده اللي حصل هناك يمكن لما رح نظر صلاح كان عليه فعلاً جمهير كثيرة عايزة تشوف محمد صلاح ويمكن الملعب شفته هو بيستبدل آه طبعاً نسألت مسأفته طبعاً محمد صلاح ليه قيمة كبيرة جداً وعندنا نحن ليه قيمة كبيرة جداً فأعني جمهير موسرح نبنقول لهم أنتوا عندكم من أعظم ثلاث لعيبة في العالم فمنتخب مصر محتاجه في الفترة اللي جاء في وجهة نظرك ليه الجمهور كان عازف عن الحضور في الماتشات اللي مسموح فيها بحضوره يعني ماتش ملاوي كأبرز أو أقرب مثال أستاذ جمال ليه الجمهور ما بقاش يحضر باهتمام ماتشات المنتخب يمكن كانوا حاسين أن مثلاً لسه في مباراة نتيجة لسه مش واضحة قدامهم المنتخب مش محتاجهم قوي في الفترة دي موسيقى موسيقى